اشتركوا في القناة هذا الامية هنا يظن كثير من الناس انها صفة ايش نقص يقول في الامي ابن تيمي يقول هذه صفة كمال هذه الامية في الرسول والصحابة هو الذي يبعث في الاميين الذي لا يكتب ولا يحسب قال هذه صفة كمال ليس صفة نقص كيف يا شيخ الاسلام بين لنا صفة الكمال قال هذه عقولهم احسن عقول تحفظ وتفهم جيد يلقى اليها الشيء تحفظه وتفهمه جيد هذا يدل على انهم استغنوا عن الكتابة ما يحتاجه للكتابة كتابة تحتاجه لإيش قلب وتعلم حرف ويطلع ويندل وكتب هذا ما يحتاجه في عقله حتى الحساب في عقله يا بعض العمليات الحسابية عند السلف يفعلونها ولا اعظم كوبيوتر هذه امية ما عندهم آلة مستغنين عن آلة اعطاهم الله عقول جيدة بنتمي يقول هذه العقول التي استطاعت ان تعي وتحفظ القرآن هذا كله بعقله ويفهموه ما يحتاجه لكتابة ما يحتاجه لشي يفهم فاهم هذه صفة كمان ما هي صفة نقص انت لما تبغى تحسب تاخد لك آلة حاسبة اذا ما عندك حاسبة يعني كدك قشمان ممكن لا لا لو قولك حسبنا اضرب لنا خمسة وثلاثين في مئة وستي فكر يا الله ما لكن بعضكم ما يكتبين لي بالحساب هل يجب كدك اقول لا لا هؤلاء كانوا يحفظونها بعقوله يضرب لك خمسة وثمانين في مئة وستين ويجيب لك اياه بعقل عجب ولا مو عجب مباركين ولا مباركين